قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه كذوي النحل أود أن ألفت النظر إلى أنه قد ثبت الوحي بما ابتكره الناس في القرن العشرين عندما يتكلم أحد الأشخاص في الهاتف اللاسلكي أو السلكي أو الهاتف النقال هو السائل الذي يضع الهاتف على أذنه يفهم ويعي والذي بقرب القرب منه يسمع كذوي النحل وهذه الأجهزة لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بل لم تكن قبل خمسين سنة أو مئة سنة فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى القادر القاهر الذي ألهم العقل البشري أن يخترع الهواتف المنقولة وغير المنقولة قادر على أن ينزل الوحي على من يصطفيه من عباده إذن كانوا يسمعوا بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينزل الوحي كذوي النحل هكذا يقول عمر الخطاب وقالها عدد كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسمع عند وجهه كذوي النحل فلبثنا ساعة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضعنا وأرضنا ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد أنزل علي عشر آيات من من أقامهن دخل الجنة من أقامهن دخل الجنة يعني من اتصف بهن بشكله الصحيح دخل الجنة ثم تلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات العشر في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو مملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون عشر صفات بيّنها الله أنه من اتصف بهذه الصفات العشر وتخلق بها تخلقا صحيحا يدخل الجنة الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وجوهرها علماء الفقه في التشريع الإسلامي لم يتحدثوا عن الخشوع في الصلاة كثيرا لماذا؟ لا لأنه ليس مهم إنما لأنهم لم يتصوروا أبدا أن يكون مؤمن يدخل في الصلاة ويخرج منها ولا يدري ما فعل لا يكون ذلك إلا من منافق أما المؤمن فهو خاشع في صلاته خاضعا لله يفهم ويعي ما يقول ولذلك تشير الآية في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون إذن الهدف أن تكون في الصلاة على ما تقول تحمد الله تحمده من قلبك وتشعر بفضله وعظمته ونعمه عليك في الدنيا والآخرة تشعر برحمته تشعر أنك ستقف بين يديه في الآخرة مالك يوم الدين تشعر بأن العبودية نهوى التحرر من غيره إياك نعبد وإياك نستعين وهكذا في كل صلاتك فإذا كنت تعي ما تقول وتستشعر بالخضوع لله في الصلاة والسكينة في الصلاة فأنت خاشع في صلاتك الذين هم في صلاتهم خاشعون يرهبون الله يخافونه يحبونه تسكر جوارحهم يتفكرون بما يسمعون وما يقرؤون في صلاتهم الصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون اللغو يطلق على كل مال فائدة منه سواء كان باطلا في القول أو باطلا في الفعل أو باطلا في السلوك كل باطلا يعتبر لغو والذين هم عن اللغو معرضون يعني بعيدون لا يقتربون من أي باطلا والذين هم للزكاة فاعلون حق المجتمع مهما كان المجتمع نظيفا ومستقيما في تعامل الناس مع بعضهم البعض يوجد هناك خلل في الموازين الاقتصادية فهذا يزداد ماله قليلا وهذا ينقص قليلا فالزكاة هي التي تعدل هذا الميزان وتمح الفقر في المجتمع وتزيل الحاجة وتطهر النفس والمال للمؤمن والذين هم للزكاة فاعلون لا يتأخرون عن أداء الزكاة والصفة الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه يحفظ فرجه من الزنا واللواط وكل الفواحش ولا يزوي الله تعالى إلا على الزوجة والزوجة على زوجها من أجل أن الله خلق هذه الغريزة وجعلها لذيذة بالنسبة للإنسان ليتحمل تبعاتها لا ليفسد في الأرض ويضيع النطفة ويجعل الخلل في الأنساب إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء ولم يبقى الآن إماء فإنهم غير ملومين ويدخل في ذلك أيضا تحريم معاشرة النساء الزوجة في حالة الحيض والنفاس فإنه محظور أيضا بينه القرآن وبينته السنة فمن ابتغى وراء ذلك تجاوز حدود الله وفعل غير هذا الذي حدده الله فأولئك هم العادون أي المعتدون المتعرضون لسخط الله وعقابه أما الصفة الخامسة فهي الأمانة وهي التي لا يراعيها المنافق أما المؤمن فيراعيها من صفات المؤمن حفظ الأمانة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أي حافظون على ما اتمنوا عليه اتمنوا على أجسامهم فلا يقدمون على حرام اتمنوا على عينهم فلا ينظرون إلى حرام بقدر ما يستطيعون اتمنوا على كسبهم فلا ينتدوا كسبهم إلى حرام والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمانة بينهم وبين الله يراعونها وبينهم بين الخلق أيضا يراعونها عندما يؤمنهم الخلق على شيء فإنهم يراعون الأمانة ويؤدونها بحقها والصفة السادسة المحافظة على الصلاة وبهذه المناسبة تبين بشكل واضح أن الطائفة التي تتحكم في الشعب السوري لا تصلي وليس عندهم مساجد أبدا وأيضا هم حاقدون على أهل المساجد فانظر أي بلد وأي محافظة وأي قرية إنك سترى فيها مسجد أو مساجد كثيرة قد دمرت وقصد تدميرها بالصواريخ وفوهات المثعية ما شاء الله شاطرين شاطرين بدي يحموا إسرائيل بدي يحموا المقاومة ضد إسرائيل هم ظنوا أننا نحن إسرائيل نسأل الله أن يخزيهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة وسنرى هذا بإذن الله تبارك وتعالى الذين هم على صلواتهم يحافظون إذن الصلاة هي أهم شيء والصلاة المقبولة التي وردت فيها الصفة الأولى الذين هم في صلاتهم خاشعون محافظة على الصلاة بخشوع قال الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فإذا كان داخل يصلي لا للصلاة مثل ما علموا الكوهين هذا الجاسوس الإسرائيلي الصلاة ومثل ما يأتينا عندما ندرس في المساجد في سوريا كنا ندرس مجانا ومشان أخذ المال عندما كنا ندرس المسلمين دينهم قال الله قال الرسول يدخل بعض الأشخاص لا ليصلوا يصلون معنا ولكن لم يأتوا ليصلوا أتوا ليتجسسوا علينا وينظروا ما نقول فيحملونه إلى أسيادهم والآخرون ينفعونه إلى آلهتهم لأنهم يعبدون البشر من دون الله تبارك وتعالى فهؤلاء لا يحافظون على صلواتهم إذا لم يكن لهم مهمة في المسجد لا يصلي وحتى إذا صلى في قارج المسجد رياء فهو غير محافظ على الصلاة ولذلك يوم القيامة كما ورد في الحديث هؤلاء تلفوا الصلاة كما يلفوا الثوب الخلق يعني البالي ثم تطرح في وجهه ثم يطرحون في النار أسأل الله العافية والذين هم على صلواتهم يحافظون يحافظون على الصلاة بخشوعها وطهورها ورقوعها وسجودها وفرائضها أولئك هم الوارثون ماذا يرثون؟ الذين يرثون الفردوس الفردوس هو أقل الجنة هم فيها خالدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الفردوس الأعلى وأن يقبلنا مع عباده الصالحين تحت لواء سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم في نعيم لا يزول ولا يحول والحمد لله رب العالمين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني ترجمة نانسي قنقر